مع اقتراب يوم الحسم في الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 وبدء التصويت المبكر بتشتد المنافسة بين المرشحين دونالد ترامب وكاملا هارس ده وسط ترقب كبير لهذا السباق اللي بيتوصف أنه من أكثر تقاربا في الذاكرة الحديثة يعني كلنا شايفين اهتمام العالم بالسباق الانتخاب الأمريكي ويمكن ده بيرجع لعدد كبير من الأسباب منها وجود بايدن في الحكم ومنها أن العالم ما شاهدش حالة النزاع الموجودة سواء في أوكرانيا أو في منطقة الشرق الأوسط في الأيام أو السنوات الماضية ومنها أن قطبية العالم الواحد أو حكم أمريكا للعالم ما كانش بهذا الاهتزاز أو هذه الصورة المهتزة على أي حال الأيام الأخيرة من الحملات لكاملا هارس أو لدونالد ترامب بتظهر أن ما فيش حتى الآن مرشح قادر على حسم هذا الفوز بشكل واضح خلينا نعرف تفاصيل المشهد الانتخابي فرص كل مرشح إيه هي الولايات المتأرجحة ما بين الجمهوريين والديمقراطيين إزاي هارس أو ترامب حيحسموها بصحبتنا الدكتور حسن سلامة أو أستاذ العالم السياسية منورة النهارة في سودي السبعة صباح الخير يا أستاذ مصطفى صباح الخير يا أستاذ دي أستاذ دي مؤشرات التصويت المبكر هل يمكن الاعتماد عليها كمقياس واضح للصندوق الانتخابي هي قبل الحقيقة يعني مؤشرات تصويت المبكر يا سودي مصطفى احنا عندنا استطلاعات الرأي كما تعلم يعني ويمكن أنا عايز أكمل على كلام حضرتك لما أشرت أنه العالم كله بيتابع الانتخابات الأمريكية ليه؟ وبيتابعها لعدة أسباب يعني السبب الأولاني طبعا لأنه الولايات المتحدة قوة كبيرة يعني تكاد تكون القطب الأوحد لفترة زمنية طويلة بصرف النظر عن أنه العالم بيتغير دلوقتي يعني الحاجة التانية سؤال بس هو غيابها عن المشهد عمل ايه؟ أو غياب تأثيرها على المشهد العالمي عمل ايه؟ هي مش غياب هو انسحاب يعني قدر من يعني مش غياب لكن انسحاب بعض الوقت تمام زي ما انت شايف كده التوترات اللي حصلة يعني بقر الصراع اللي موجودة يمكن تكون هي نفسها يعني أحد مسبباته مش بالضرورة يكون غيابها هو السبب وراء هذا الكلام يعني الحاجة التانية أنه استطلاعات الرأي زي ما انت شايف كده تقاربة بدرجة كبيرة جدا يعني هارس تتقدم بنقطة ترامب يتقدم بنقطة تانية الاتنين يتعادلوا تمام الناس مش قادرة زي ما حالتك تفضلت كده على حسم الامور أو تقول أنه فيه اتجاه عام رايحة فيه هارس أو رايح فيه ترامب الحاجة التالتة أنه ايا ما كانت النتيجة وده من وجهة نظرية أنه الامريكان حيسجلوا تاريخ جديد ايه التاريخ الجديد؟ لو هارس فازت هتبقى أول سيدة وسيدة ملونة تفوز برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية الأمريكان ما كانش عندهم سيدات على الإطلاق طيب لو ترامب فاز لو ترامب فاز هيبقى عودة لأول مرة لرئيس أسبق والحاجة التانية كان متهما بقضايا جنائية هيصبح القائد الأعلى للقوات المسلحة في الولايات المتحدة الأمريكية يبقى أنت بتسجل نقطة جديدة في تاريخ الولايات المتحدة أيما كان الفائز من المرشحين الديمقراطي أو الجمهوري لغاية النهاردة لو حاجتك تقول هم ماشيين في أنهي اتجاه لحاجتك أشارتي إليه الولايات المتأرجحة الولايات المتأرجحة في الغالب هي التي تحسم لأنها بتضم اللي بيسموهم غير الملتزمين زي ما احنا عارفين فيه ولايات على طول للديمقراطيين أو على طول للجمهوريين طيب السبع ولايات دول ويسكنسون وبنسلفينيا وغيرها وميتشجان كل دي متأرجحة لأنها لا تحسم إلا في اليوم الأخير فنيجي بقى للإجابة على سؤال حضرتك عشان كمان معدلات الهجرة فيها أكبر طبعا فيه اختلفات كتير فيها عراب وفيها يهود وفيها غيره وبالتالي كل واحد بيحسم المرشح اللي يرغبه بس في اللحظة الأخيرة نيجي بقى للرد على سؤال حضرتك هل المؤشرات كافية لا ما نقدرش نعتبرها كافية لسبب مهم إنه الأمريكان عندهم حاجة اسمها المزاج العام المزاج العام ده أنا عايز رئيس ملون أصمر فييجي أوباما من أصول يعني غير أوروبية أصول إفريقية مثلا أو غير والله أنا عايز سيدة وده ما بيظهرش إلا في اللحظة الأخيرة وفي التصويت الأخير رئيس بايدن صوت في يوم الاثنين الماضي لكن المؤشرات دي كلها مجرد تكهنت ناس بتقول أو الداخل الأمريكي في بعض استطلاعات الرأي زي ممكن حداك بتقوله وبعض طبعا الصحف الكبيرة والقنوات التلفزيونية الكبيرة بتقول أن يميل المواطن الأمريكي العودة لترامب مرة أخرى على الأسنوة عارف خلاص تصرفاته عارف فكره عارف شكل إدارته للدولة هتكون زي متخوفين من إدارة كاملة هل هي مختلفة خاصة في بعض القضايا زي الهجرة والصحة والأمور الخاصة كتير بالنواحي الاقتصادية كمان يعني عارفين طبعا حتى أمريكا بتعاني من أزمات اقتصادية كبيرة طيب خلينا نسأل سؤال يا أستاذ دينا هي نتائج الاستطلاعات أو البحوث اللي بتجرى هل إحنا واثقين فيها ثقة تامة بمعنى إيه إنه كل واحد من المرشحين له مراكز أبحاث وله مراكز استطلاعات رأي تابعة له صحيح وبالتالي النتائج بتطلع مؤيدة للمرشح اللي هم عاوزينه نتائج متلونة بالضبط بالضبط ما تقدرش تعتمد عليها بالإصداقية كاملة بدليل إن كل الاستطلاعات كانت متجهة إلى كلينتون هيلاري كلينتون واللي فاز كان ترامب كان ترامب يعني وبالتالي التشكيك في مصداقية هذا الأمر لكن النقطة اللي احنا نعاول عليها اللي حضرتك أشارتي اللي هي مجموعة القضايا في قضيتين رئيسيتين قضية الهجرة وقضية الاقتصاد هم مختلفين تماماً فيهم يعني رؤية كل واحد مجتمع بالضبط هاريس لسه بتقول لحضرتك احنا لابد أن نعترف بأن الولايات المتحدة هي مجتمع من المهاجرين وبالتالي أنا مقدر شقف للباب غير الشرعيين اللي حيجوا لي دول أنا حطردهم بره وده حيثير قلاقل ومخاوف كبيرة جداً ناحية الثانية هاريس متهمة بأنها جزء من إدارة بايدن اللي تسببت في قدر من التضخم الكبير في الاقتصاد الأمريكي في العكس ترامب مشهود له بأنه بيزنسمان رجل أعمال ووقته كان فيها حالة من حالات النمو الاقتصادي الكبير عشان كده لحضرتك بتقوليه أنه الناس تميل أكتر اللي هي عرفاه لكن برضو حتى اللحظة التي نتحدث فيها والغاية يوم الانتخاب ما تقدرش تقولي حضرتك ترامب حيحسم أو هاريس حتحسمه دي الأول مرة يعني في تاريخ الرئاسة فيه الولايات المتحدة الأمريكية طيب نقطة مئوية فرق بزبط نقطة مئوية طيب ترامب يعتمد على العمل يعني ما قلت جابس جابس ده حتى كان ولسه سامعين في نشرة الأخبار أنه تعهد بدعم القطاع الصناعي ودايما بيلعب على فكرة الاستقرار العالمي يعني هو ما عندوش فكرة السيادة الأمريكية وأنه لازم عادي حد وأنه لازم أضرب وشغل شركات السلاح لا هو ما عندوش شركات السلاح الأولوية هو عنده الاقتصاد الأولوية بدلين هو قاعد مع بوتين وقاعد مع زعيم كوريا الشمالية وكان بيوئد الحاجات علشان اقتصاده ينمو صحيح صحيح هو بيلعب على دي كاملة هاريس بتلعب على إيه طيب أقولك بس على نقطة بتاعة ترامب ليه هو بيركز على القطاع الصناعي فضل لأنه الولايات المتأرجحة اللي احنا كنا بنتكلم عنها يا سيد مصطفى فيها قطاع كبير جدا ينتمي إلى فكرة الصناعة ديترويد وبالزبط ودول كانوا بيميلوا إلى الديمقراطيين بنسبة كبيرة فهو بيحاول يستقطب في الفترة اللي احنا فيها من خلال الحاملة الانتخابية أكبر نسبة من الأصوات في القطاع ده دلوقتي عشان كده تلاقي حداتك تركيزه على فكرة توفير فرص العمل وكلام ده كله انتيجي هاريس بقى هاريس بتركز على أضايا اجتماعية أضايا اجتماعية تمس المجتمع الأمريكي في عمره المتوسط الشباب خلي بالك أن هاريس عندها 60 عام وهي ده سن مناسب مناسب بالحكم بالضبط في مقابل ترامب قربة 80 تمام وبالتالي العيب اللي كان موجود في بايدن انتقل إلى ترامب النهاردة طيب هاريس بتركز على أضايا اجتماعية ولكن يبدو ترامب في صحة جيدة الناس بتقول العكس انت عارف ان في بعض بعض يعني من يتابع يقولك ان هو يعني برضو مش مركز زي ما كان يعني ترامب ما هوش ترامب اللي كان فيه سنوات سابق تمام اختلف شوية مع تقدم العمر طيب ايه الأضايا الاجتماعية الإجهاد أضايا الضرائب والدخل بتاعة الفئات المتوسطة طيب الإجهاد انت عارف انه كان هذا الحق هو مكفول حق اجتماعي بالنسبة لدخل المجتمع الأمريكي طبعا ترامب ينظر اليه على انه محافظ ويرفض هذه الفكرة في مقابل انه هاريس بتستقطب السيدات بممارسة هذا الحق طيب الاقتصاد تقول لحضرتك انه الضرائب اللي هتفرض هتفرض على متوسط الداخل مش على الأثرياء في حين انه ده ترامب لكن هاريس هتفرض على الأثرياء اللي تعطي لمتوسط الداخل اللي هي الشريحة الكبيرة اللي بتسبب الاستقرار داخل المجتمع الأمريكي القضيتين مختلفتين ترامب بيلعب على فكرة انه حق نمو اقتصادي وخبرات سابقة وهاريس بتلعب على القضايا الاجتماعية اللي بتمس الشباب النهاردة هي تستقط بأسوز مصطفى سن وأعمار أقل دي حاجة تمام الحاجة التانية تنوع يعني حاخب بقى من كلمة حضرتك التنوع دي لانه المجتمع الأمريكي النهاردة ما عادش هو المجتمع الأمريكي الأوروبي الناس اللي جاية ذات بشرة بيضاء لا النهاردة دخل فيها ملونين بالزبط وعرب ومسلمين وغيرها دخل فيها ملونين كتار ودول بيدفعوا في اتجاه مهم اللاتينيين والأسيويين وغيرهم وهاريس بتلعب على هذه الجزئية يعني هاريس بتلعب على هذه الجزئية حتى العرب اللي موجودين في ميتشجن مثلا وهي أحد الولايات المتأرجح بتروح تخاطبهم هاريس علشان تستقطب أصواتهم ليه لأنه العرب كلهم رفضين سياسة يعني بتستقطب أصواتهم ليه أنهم كلهم رفضين سياسة بايدن وهم بيعتبروها جزء من سياسة بايدن فهي بتحاول تستقطب بالزابط خايفة التصويت العقابي زي ما بيقول أنه هم يروحوا لترامب مش علشان عايزين ترامب علشان هم رفضين نفسهم يعني يبقى فيه إنهاء لحالة الحرب اللي موجودة في غزة في لبنان طب خييني أجي مع حضرتك للكونجرس الأمريكي ديمقراطيين والجمهوريين شايف كافة مين اللي هترجح وهل بالفعل الجمهوريين بيقوموا بدعم جبيل لترامب في الفترة دي عادة ترامب بيكون على خلاف دائما مع الحزب الخاص به ما بيكونش فيه طواف كبير في الرؤى شايف الفترة دي ازاي شوفي حتى لو كان فيه اختلاف في تنفيذ السياسات لكن أنت النهاردة في مرحلة فاصلة بمعنى أنه لابد أن يكون يعني الرأس الدولة رئيس الإدارة يعني تمام من الحزب ده فالخلافات ممكن تؤجل إلى لحظات أخرى الدعم بيقدم لترامب وأظن الحملة بتاعته بتشتغل يعني بصورة جيدة وأيضا يعني حملة هارس بتشتغل بصورة جيدة وده دليل التقارب الكبير جدا في نتائج استطلاعات الرأي لكن هي النقطة في حاجة بقى هل الكونجرس بمجلسه هيتشكل من الحزبين يعني وارد أن الديمقراطيين يسيطروا على مجلس النواب والجمهوريين يسيطروا على مجلس الشيوخ ده وارد جدا ده وارد جدا ويصل فكرة الصدام اللي ممكن يحصل بينهم في لحظات ما وفي قضايا حيوية إيه اللي بيخلي الدنيا تمشي إيه اللي بيخلي الدنيا تمشي داخل الكونجرس وبينهم وبين الرئيس حتى ولو اختلفت إدارته عن الحزب المسيطر عند الأمريكان حاجة اسمها التوافق حول بقاء الأمة الأمريكية دايما نمبر واحد ما ينفعش أن احنا نهد السياسات اللي موجودة احنا ممكن نوصل لحفة الهوية لكن نرجع تاني عشان تبقى لولايات المتحدة دايما هي القائد بالضبط هذا القائد لهذا العالم صحيح طيب دي مشاكلهم مشاكل نحنا بقى بالضبط تعالها بقى علينا يعني حبتي دي سيدي بأوكرانيا إلى أي مدى تؤثر الحرب في أوكرانيا والصراع في منطقة الشرق الأوسط أو ما يسمى بالحرب الإيرانية الإسرائيلية على حملة ترامب وحملة كاميلا هاريس يعني إلى أي مدى بينظر لها بينقشها ترامب وبيميل لمين وأيضا هاريس بتميل لمين طيب خلينا نفصل الأضايا يا سيد مصطفي يعني نتكلم على أوكرانيا وبعدين نتكلم على الشرق الأوسط قال أن أوكرانيا مش هتخد وقت كتير تمام أوكرانيا واضحة أصلا بالضبط أوكرانيا طبعا ترامب شايف أن أنت بتنفق إنفاق شديد جدا وده بيؤثر على الناخب الأمريكي بص بقى القصة أنه تأثير القضايا الخارجية على الأوضاع الداخلي ده محضرتك بتروح لولايات المتحدة أجد أنه الأمريكان يمكن بس علشان يعني استمرارية الإصراع في غزة وكلام ده بقت الدنيا إيه أكثر وضوحا عندهم لكن هم مهتمين بأضاياهم الداخلي الاقتصاد الطعام الشراب الأجور العمل كلام ده كله طيب تأثير أوكرانيا على الأوضاع الداخلية إيه أنه فيه إنفاق شديد جدا على تسليح أوكرانيا في مقابل روسيا ده ترامب ده ترامب طبع وشايف أنه مسألة دي تؤثر على الناخب أمريكي هو شايف أنه ممكن يقعد يخلص الموضوع يقف خلص مع بوتين بالضبط وده يعود إيجابا على الناخب الأمريكي وهو بيستقطب جزء من الأصوات في هذا الإطار هارس متبنية الرؤية المعتادة يعني أنه والله إذا إحنا داعمين لأوكرانيا لأنه يعني ده استهداف للديمقراطية وغيره رؤية بايدن بالضبط نيجي بقى للشراء الأوسط وده الأهم بالنسبة ليه الصراع في غزة أنا شخصيا لا أتصور لا أتصور أنه الاتنين بيختلفوا في رؤيتهم بالنسبة ليه الصراع وليه الفلسطينيين على وجه الخصوص ليه لأنك ليهما يؤمن بما يسمى أمن إسرائيل تأثير الإيباك على السياسة الأمريكية بالضبط هو شايف أنه أحد بنود وأجندة السياسة الخارجية الأمريكية هو ضمان أمن إسرائيل على حساب الدماء الفلسطينية مهما كانت وحد المسيطاتك مثال بسيط هم شايفين حماس إيه هم شايفين حماس على أنها منظمة إرهابية هل تتوقع أن هم يحطوا إيدهم في إيد منظمة إرهابية علشان يصلوا إلى حل سياسي للمسألة ويصلوا إلى فكرة حل الدولتين مسألة دي مستبعدة تماما طب هل هم حيظلوا يدعموا إسرائيل إلى ملا نهاية ده ترامب لسه في حديث أخير مع نتنياهو قال له افعل ما يحلو لك ده فيما يتعلق به العلاقة مع إيران يعني إداله الضوء الأخضر أنه هو يشتغل زد على هذا هو مين اللي متورط النهاردة في الدعم الأمريكي للاحتلال الإسرائيلي سواء في غزة أو في جنوب لبنان أو في التعامل مع إيران ما هي إدارة بايدن اللي هي هارس تعتبر جزء من هذه الإدارة وبالتأكيد مسؤولة عن جزء من القرارات التي يتم اتخاذها هي بتحاول تتحلل شوية وتقولك أنا حابقا مختلفة وحاول حل الصراع واصل إلى حلول إنسانية وموضوعية كلهم بيحاولوا المسألة الإيه يا أستاذ مصطفى؟ إلى مسألة إنسانية وليست سياسية عشان استقطاب الناخب طيب ترامب يمكن تحدث وقال إن لو كاملا هارس هي اللي فازت هيكون فيه أربعين حرب ما معنى ذلك؟ هو بيقول لحضرتك إنها غير قدرة على حسم الأمور هو دايما في الوجه الآخر يقول لحضرتك لو لا إنه بايدن موجود حصل الصراع في غزة لو لا إنه بايدن موجود كان حصل بتاع أوكرانيا أنا لو جيت حني هذه الأمور جميعا وبالتالي هو بيعتبر إنه هارس امتداد لسياسة بايدن وعلشان كده هارس بتحاول إنها يعني تتنصل من هذا الأمر وتقول لك أنا ليه سياستي المختلفة لكنها بالتأكيد شريكة في جزء من القرارات اللي تبنتها إدارة بايدن حتى اللحظة حتى مغادرتها لمكانها في البيت الأبيض عايز أتكلم عن تأثير الإيباك وتأثير ما يعرف بالصيونية المسيحية أو الإنجليين البروتستانت اللي بيؤمنوا بعودة المسيح لأرض المعد ولا بد من دعم إسرائيل عشان هذا الأمر تأثير ده في المجتمع الأمريكي عمل إزاي إلى أي مدى هو يعني حرك مثلا لما اتكلمت على أوكرانيا قلت أني فيه اختلاف بين كامل هارس و ترامب ولكن اللي تم متفقين على دعم إسرائيل يعني إذن الحرب الأمريكية الأسرائيلية الإيرانية أو صراع في لبنان أو في غزة أو في امتداداته سيبقى وسيطور وبالعكس ده ممكن يستمر أكتر طبعا يستمر أكتر بدعمه أكبر جال أنت بيقول لك إحنا مستمرين يعني لغاية العام الجديد صحيح مسألة مستمرة طيب خليني أقول لحضرتك على نقطة مهمة يعني الإباكة التي تشير إليه تاريخيا من 48 لغاية النهاردة 70% من اليهود يصوتون للحزب الديمقراطي يصوتون للحزب الديمقراطي على الرغم أن الجمهوري يعني بيدي فرص أكتر لا دهوت نصا قال لك الديمقراطيين يعطونا لإسرائيل ولكن يسألون كثيرا أما الجمهوريين فيعطونا بلا أسئلة ورغم كده أنه تاريخيا 70% من اليهود الأمريكيين يصوتون لصالح المرشح الديمقراطي وده اللي مخلي هاريس أكثر اتمئنانا نهيك عن أنه طبعا زوجها يهودي يعني اللو بيصويوني في أمريكا موالي لكامل هاريس في جزء منه في جزء ما هواش جزء قليل اعتمادا على الخبرات السابقة ونتائج التصويت اللي كانت بالتم 70% وده نسبة كبيرة طبعا في رجال أعمال كتير جدا بيتدخلوا الآن في أمريكا لدعم أي مرشحين رأيك في دقيقة؟ هو بيقال مش بس رجال الأعمال يا سوزا دين فيه اتهامات لدول يعني روسيا والصين لسه مبارح بيتكلموا على أن روسيا والصين بتتدخل في نتائج الانتخابات الأمريكية والتأثير على آراء الناخبين وعلى السلوك التصويتي وده وارد أنه يحصل بالتأكيد لأنه هذه الدول لا ترغب مثلا في أنه ترامب يصل لأن الحرب التجارية ستبقى على أشدها ما بين الولايات المتحدة وما بين الصين فرض الرسوم الجمهورية على الواردات الصينية وغيرها وتأثير على الاقتصاد العالمي سيبقى تأثير سلبي بدرجة كبيرة جدا وبالتالي وارد يبقى فيه تدخلات لكن الإعلان عن هذا الأمر بالتأكيد مش هيحصل أكيد يعني إحنا أيام قليلة جدا بتفصلنا عن الانتخابات الرئاسية الأمريكية في يوم 5 نوفمبر بعدها هنقرر أو هنعرف مين هو رئيس أمريكا القادم أنا بشكر حضاك شكرا جزيلا على وجودك معنا النهاردة دكتور حسن سلامة وأستاذ العلوم السياسية نورتنا شكرا جزيلا عليك